ازايكم يا اصحابي عاملين اي رب تكونوا بخير فيلمنا نعرض لأخويا جيسون استيتام اللي انا شخصيا مفهودش فيلمه من الافلام وقبل ما انتفرج العظمة دي بتنتجش ترك في القناة بيبدأ فيلمنا في شركة امن اسمها فورتيكو ودي شركة متخصصة في احراجة عربيات نقل الاموال وبيكون اخويا جيسون داخل يعمل انتروفيو علشان يشتغل في الشركة دي وده مش منحبه فيه هلا بالعكس ده بيدور على واحد معين عشان يقتله ولو سألتني ايه السبب هقول لك اتقل علشان تاخد حاجة نظيفة جيسون في الوقت ده بيكون متنكر في هوية جديدة باسم باترك هيل لكن صديقنا بولد بيسمي اتش وبيخضو يعمله اختبارات بدنية وبعدين رماية وبعدين سواقة ونسبة القبول في الاختبارات دي بتكون 70% و اتش في الوقت ده بيجيب 70 بالزبط وده بمزاجه علشان بيعرفوش انه محترف وكده وبعدين بيعرفو على افراد الفريق اللي يشتغل معه وطبعا زي اي فرض جديد الكل يتريع عليه بعدها بيروح يستنب السلاح ويستقبل اول مهمة ليه في شغله وبتكون مع واحد اسمه ديف وبيطلع علشان يكفز المهمة وديف بيقعد يقول له خطبة بقى عن اخطار الشغل وقال ده يوم بيتعبه وقال ليه ان الوقت جمد ومفيش من اهله اثنين وبيخلط اول مهمة في اول يوم شغل بسلام ولحد هنا الدنيا تمام بولد بيازم على اتش انه يسهر معهم فبيقول له روح وانا هنحصلك وساعتها بيبص على الشاشة وبيعرف معلومات كل واحد شغال مع المهمة وتاني يوم بيروح فتاني مهمة ليه ويكون قاعد هو وديف في العربية مستنيين بولي ترجع بالفلوس لكنه بيكلمهم في اللاسلك وبيكون فيها سبجته وعاوزين الفلوس هو ديف اللي عافل فيها سمع رجالة في بعض اول ما بيسمع صوت العصابة في اللاسلكي بيعملها على نفسه اتش بقول له ما تجمد يا حمودة كده مال يلا اسمع كلام العصابة يا باب وبيسمعوا كلام العصابة وفعال انهم بيفضلوا مشين وراهم لحد وما يوصلوا المكان ما فيش في حد وبيطلبوا منهم انهم يرموا كل الفلوس اللي معهم في العربية اتش بيطلع فعلا وبيرمي الفلوس لكن في وسط ما هو بيرمي الفلوس رمى شنطة منهم على الارض ولما واحد من العصابة بيوطي اخدها بيدرموا بالنار وقتل اللي بعده وقعد يقتل فيهم واحد واحد لحد ما وصل للاخير وبيسأله بيشتغل مع مين مش بيرضى يقوله فبيقتله وبيقلهم كلهم الاقناع لكن مش بيلاقي الشخص اللي بيظهر عليه بيرجع الشركة وطبعا بيحققه في اللي حصل وبيفرجوه على فيديو العصابة حاجة متعلى عربية اموال من بتاعت الشركة وقتلت كم شخص كده وبيسأله لو شاف اي صلة بينهم يعني فبيقل الفيديو ده لكن شكله تشف حاجة عن الفيديو ده واحنا كمان نكتشفها بس كمان شوع بيرجع البيت وبتجيله واحدة بتدينه ملف فيه معلومات عن كل العمال في الشركة وصور لعائلاتهم وكمان تقرير تشريح جثه وبعد ما بيعدي فترة بيكونوا رايحين مهمة وفي عصابة بتثبتهم وبتغمل ازازه وبتحتفعلهم غاز بس الغريب ان اول ما قدش نزل من العربية وكشف وشه العصابة خافت وطلعت جاريه ولما بيرجع الشغل الاخت الديانة بتعزمها على العاشة ولما بيروح معها الليلة بتوسع منهم وبيدخلوا يريحوها ببيتين وفي وسط الليل بيصحيحوا بيسألها كم سؤال ولما بترفو التجاوب بيدرب جنبها كم طلقة فبتتراه وبتقوله على كل حاجة بيقولها انه عارف كل حاجة عنها وعن عائلتها وانه لو عارف انها بتجدب عليه في اي لحظة يخلص عليها وبيفتكر لما كان خارج في مرة مع ابن دوجي اللي مش بيشوفه غير كل اسبوع مرة لانه منفصل عن مراته ودوجي قعد مع مامته وبتيجي مكالمة الميز من المساعب بتاعه معيك وبيقوله ان مهمة السرقة بتاعته ما تفشل لان زمنهم اللي يريب عربية نقل الاموال اول ما تخرج من الشركة حصلت معها حادثة والشرطة دلوقتي بتحقق معيك وكلم الرئيس بتاعه جيسون انه يريب العربية من بعيده وبيبلاهم بس هتمشي في انهي التجاه ويكمل يوم عادي جدا مع ابنه وهم ينافزوا كل حاجة وكان لازم يعملوا المهمة دي لانهم بيجهزوا لها من ثلاث شهور ولما دوجي بييجي بيقوله ان هينزل يجيب اكل وقبل ما ينزل من العربية بينبه دوجي ابنه انه ما يتحركش من العربية ووقف العربية جنب المطعم اللي جنب شركة فورتيق وبيعمل انه رايح يجيب اكل كده وبيشوف العربية رايحة في انهي التجاه وبيقول لي معيك في الوقت ده دوجي بيكون قاعد في امان الله في العربية وبيلاحظ حاجة غريبة جدا وهي عملية سرقة وفي واحد بيطلب منه انه ينزل من العربية او هيقتله بيحاول يرن على بابا لكن بيبقى مشغول فبيضطر ينزل من العربية وكمان بينزل على الارض ساعتها ابو بيشوفه بيروح جارية عشان يلحاقه لكن للأسف دوجي بيتقاتل وجيسون بياخده كم طرق وبيعه على الارض ولما بيفوق بيلاق نفسه في المنتشفى والدكتور بيقول له انه اخد ست رصاصات وعمل ثلاث عمليات جراحية وكون انه عايش ده معجزة فبيسأل الدكتور عن ابنه لكن للأسف بيقوله انه مات ساعتها بيقرر انه يسيب شغله وحياته يركز على الشخص اللي قتل ابنه ومراته جينا بتقابله وبتلومه على موت ابنها وده لانها عارفة طبيعة شغله كويس جدا كرئيس عصابه وما انه كان قاعد عادي قدامها قاعد تهنه وتشتم فيه طبعا سكوته ده مش معناه انه مش زالان على موت ابنه بالعكس ده هيتحول لسفاح بعدها بيروح يقابل رئيس الشرطة وبياخد منه القيمة باسماء رجال العصابات اللي ممكن يكون لهم علاقة بموت ابنه وساعتها مايز طلب منه انه ينفذ الموضوع بطريقته باي تدخل من الشرطة رئيس الشرطة بيقوله لو اللي هتقتله ده موجود في القيمة يبقى البقاء لله ويروح بعدها الرجالته وطبعا كله بيبقوا خافين منه لانه مكانش هيدخل في الموضوع ده لكن هم اللي دخلو فيه وطلب منهم يدوروا على اي حد فيه مصطفات القاتل ده او حتى المهارات اللي هو قال عليها ساعتها مايك قال له ان الاسام اللي اخدوها من قيمة الشرطة خلصت وقتلوا كل اللي فيها ما فيش ولا واحد فيهم ساعتها مايز حاس انهم عملوا كل اللي عليهم بس برضو طلب منهم انهم يكمله في اللي بيعملوه نهو بيبدأوا تقتل في العصابات لحد ما في مرة خطف رئيس عصابة من السرر بتاعه وخدوا ليعذبوا خيه ولما تكلم بعد التعذيب قال لي مايز ان فيها عصابة كبيرة بيشتغر في تجارة المخدرات والجنس والاطفال والاعضاء البشرية وكمان سرقة عربياتنا للاموال وفي حد قتل ابنه فاكيد هم بيرحوا بعدها وبيقتلوا العصابة ويحققوا معيهم وبكتشفوا انهم ما ياركوش اي حاجة عن الموضوع هم كمان وبيوخلق ساعتها من عندهم وهو مضايق جدا وكمان بيقتل كل اتبقى منهم لما بيركب عربيته مايك بيجو بيقوله انه اكيد شخص من اللي شغالين في الشركة ليه علاقة بالموضوع وانه لازم يرتاح لانه بالتراعة دي مش هيصل لاي حاجة ساعتها ما يسأل انه هيرجع لامده اليومين عشان يزدق وبعدين يجع يكمل حياته بشكل طبيعي وبنشوفه بعدها وهو امسك ورق ليه والسكرتيرا كريستي ديت هولو والورق ده فيه هوية جديدة وجواز صفار وعرفته انها قدرت يدخل ورقه في شركة دلتا اورانج وانه اشتغل معهم حتاشر السنة لحد ما الشركة قفلت علشان يعرف ان ليه تاريخه ما يشوكوش فيه كده ساعتها طلب منها انها تجيب له ملفات كل اللي شغالين في الشركة وكمان التقرير الطب اللي فيه الاصابات اللي مات بها ابنه وساعتها وفقة السكرتيرا وهو راح يقدم في الشركة وكده عرفنا سبب شغله في الشركة وهو انه ينتقي من الاتى الابن وبيكون فيه شوية شباعة ما يشتكوا من سوق الحال اللي وصلوا ليها بعد ما كانوا افضل الجنود في الجيش وقت الحرب طبعا بدي ام من اللي هم فيه وقدي ازرفهم صعبة والشغل حتى مش بيكمل مصارف البيت دول حتى بيستلفوا علشان يقدروا يعيشوا وهنا اتكلم معهم صاحبهم جان وحاول يقنعهم يسرعوا اصحاب الشغل اللي هما بيشتغلوا معاهم علشان بيدهم ونتبت قليلة وساعتها كلهم بصوا للزعيم جاك اللي هو كان رئيسهم في الجيش واتفاجئوا ان هو كمان وافق على كلام جان وخلاص قررانوا انهم هيددعوا في السرقة واول حاجة سرقوا مكان بيشتغل في صديقهم كارلوس لانه كان بيرعب الكاميرات في المكان وقدر يساعدهم في السرقة لكن طلع نصيب كل واحد من السرقة دي 18 ألف دولار بس طبعا كانوا مضايقين جدا لان بعد المخاطرة دي كسبوا مبلغ صغير جدا وهنا اتكلم معهم القائد جاك وقالهم ان في مهمة جديدة هيكسبوا منها فلوس كتير جدا وهيسرعوا عربياتنا للأموال والمسؤول عنها شركات الأمن وقالهم ان في حد يساعدهم من جوه لانه قنصدوه في الجيش وكده الفلوس ستقسم على سبعة كلهم بيوافق الكلام وفعلا بينافز اول مهمة لهم وقدروا يسرعوا مليون وستمائة ألف بكل سهولة ومع كل مرة كانوا بيسرعوا فيها كانوا بيتمعوا اكتر ويكونوا عاوزين فلوس اكتر واكتر في ساعتها القائد جاك اتكلم معهم وطلب منهم انهم يشولوا فلوسهم في مكان امان ومفيش اي حد يشتري حاجة تلفط الانظار وفي يوم قال لهم على مهمة كبيرة هتكون اخطر من كل اللي عملوهم قبل كده لانهم هيكونوا مكشوفين في وسط الشارع والمهمة هتكون على العربية من عربيات نقل الاموال وهيبقى فيها حوالي ستة مليون دولار وقال لهم كمان انها تكون سهلة لو نفزوا الخطة بالحر ومن غير تهول وضرب نار وبيتدربوا على المهمة بيروح علشان ينفزوها وفي وقت ما بيكونوا عادين في مكان تنفز المهمة مايس بيجي هو وابنه وساعتها جان قتل دوجي ولما مايس حاول يلحقه جان ضربه هو كمان وبكده نعرف ان هي ده العصابة اللي قتل دوجي وليه مايس اشتغل في الشركة ده بعدها بفترة لاصابت قبله ثاني بيقولهم المرض ان هم هينفزوا اكبر عملية سرقة في التاريخ وهيسرقها حوالي 269 مليون دولار طبعا ان اصابه كلها فرحة اوي وسألوه زي هنسرق الرقم ده بيقولهم انه هيسرق كل اموال الشركة في يوم البلاك فراي ديل لان في اليوم ده الفلوس كلها بتكون موجودة في المغزن وده هيتهم بمساعدة صديقهم اللي جوا ويكون اتش رايح مع بوليت في المهمة كالعادة ويتفاجئ من كلام بوليت ليه لانه بيقولوا ان ليه زمال برة بيساعدوه بيساعدهم من وقت للتاني وزماله دول هم اللي قاموا بعملية السرقة اللي حصلت من خمس شهور ومات فيها الشاب الصغير وحاول يمرر اكثر من مرة ان الشاب قتل غلطة ومش معصودة وان اصحابه دول مدربين كويس جدا لانهم ختموا كلهم في الجيش ولما اتش سألوا عن معاد المهمة قالوا انها هتتنفذ النهاردة وهيسرقوا كل الفلوس اللي في الشركة وقالوا كمان ياريت ما يتهورش عشان ما يتحورش او يتقتل يعني اتش رغم اللي اسمه ده اللي انه كان مبسوط جدا لانه اخيرا هيتدئم لموت ابنه وقرر ان يسمع الكلام لحد ما يشوف الأصابة بنفسه واول ما يوصلوا بيربطوا ايد اتش وبينصحوا يتصرف كويس عشان يضمن حياته وبيركموا معامل عربية واول ما بيوصلوا الشركة بيخرجوا بيثبتوا كل الموظفين اللي موجودين وبياخدوا اتش يحبسوا في قوضة المدير ويطلبوا من دي فيرم السلاح وإلا هيحصل اخواته بعدين بيربطوا اتش وبيسيبوا ويمشوا وبياخدوا بولتها على انه رهينة وكدا واول ما حرس البواب بيشوفهم بيضرب جرس الانذار ساعتها كل الحراس بتخلو الأسلحة وبينزروا فيهم ضرب لكن من غير فايدة لانهم لابسين لبس واقع من الرصاص ومفيش ولا واحدة تصعب في الوقت ده قدروا يقتلوا كل الموظفين بس في واحد من العصابة تصفر أبتك وبعد ما ياخدوا الفلوس ويخرجوا بيكونوا سيبين واحد برايب اتش اتش طبعا مش بيضيع الفرصة وبيدير رصاصة في رجله وبيخنوه لحد ما يموت ولما بيكتف وشه وبيعرف ان مش الشخص اللي قتل ابني وبيفكر نديروا اصحابه وبعدين بياخد نفس واحد من العصابة لانه واحد منهم وبالمرة ضد رصاص وبيطلع يقتل كمان واحد من العصابة وبيحطوا تليفونه في شنطة من شنط الفلوس عشان يقدر يوصلوا لو هردوا وبيفضل يدرب فيه ويقتل منهم واحد واحد لحد ما بيضربوا بالنار وساعتها بيقعوا ومش بيقدر يتحرك لكن الرصاص مصابوش بسبب الواقع وكده مش فضل منهم غير جاك وجان وبولت وساعتها بيخرجوا بالفلوس كله وبيكملوا في تنفس خطتهم واول ما بيوصلوا النفأ بيقفلوا علشان الشرطة متمسكهمش ولما بيوصلوا الانفأ لتحت الارض بيحملوا الفلوس على العربيات بتاعتهم ساعتها جان بيقيت الجاك لانه كان مصاب وبيقول لبولت ان جان كان مصاب علشان كده مات لوحد وبيروح مع بعض الحد العربية اللي هرابوا بيها وبعد ما يحملوا الفلوس كلها بيرفعوا السلاح على بعض لكن جان كان اسرع من بولت وقتله واخد الفلوس وهيرب بها الواحده وتاني يوم بيكون جان موجود في بيته معه كل الفلوس وبيعرف ان التليفون ده موجود مع الفلوس في شنطة من الشرطة وتصدم لانه لقيتش موجود وراه في البيت وبيسأل اذا كان هيردى على التليفون او لا وبيرمى علي التفرير الطب بتاع موت ابنه وطلب منه ان يقرأ بصوت عالي واللي موجود في ان ابنه مات باربع رصاصات في الطحال والكد والريقتين والقلب وساعتها عيتش دربه في نفس المناطق اللي ابنه تقتل بها وقال له ان اسم دوبي ودربه اخر رصاصة في قلبه ومات جاني وساعتها رأس الشرطة طلع واخد الفلوس والفيلم خلس على كده بعد انساش تتابع خوك جابر اشوفكوا الاخير المترجمات 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 في القناة